تتعلق الاتهامات الموجهة إلى بيكدر لبرمن بترقية دبلوماسي إسرائيلي أقر في تسوية قضائية بأنه أطلع لبرمن بشكل غير مشروع على تفاصيل تحقيق تجريه الشرطة ضده إبان توليه منصب وزير الخارجية وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة وقد دفع لبرمن رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو دفع عدة مرات ببراءته مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له إذا قام القضاء بتبرئته تولي حقيبة الخارجية مجددا الحكومة المقبلة التي سيشكلها نتنياهو ولا ذا لبرمن بالصمت طوال الجلسة ولم يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته المحكمة في القدس ومن المقرر أن تعقذ المحكمة جلستها القادمة في الخامس والعشرين من أبريل نيسان لدي سماع الشهود وقد أعرب محامي لبرمن عن أمله في انتهاء المحاكمة قريبة نتمنى أن تتم المحاكمة بسرعة كما نتوقع أن تكون النتيجة هي الحكم بالبراءة ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة الإسرائيلية موشي نقبي أنه إذا حكم القضاة على لبرمن بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالأشغال العامة فلن يتمكن من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات وحصلت اللائحة المشتركة بين الليكود بزعامة نتنياهو وإسرائيل بيتنا على أكبر عدد من النواب في البلمان مع واحد وثلاثين مقعدا إثرى الانتخابات ومنذ استقالة لبرمن يتولى نتنياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى بحسب تقارير إعلامية إلى إعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية سادة دوسري بي بي سي